بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة لجذب وتشجيع المستثمرين بسيناء بلغ إجمالي الاستثمارات العامة بميزانية العام الماضي 45.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 627.4% مقارنة بميزانية 2013 و2014 كما تم افتتاح سلسة مراكز لخدمة المستثمرين فضلا عن إطلاق ثمانية مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي بسيناء ومدن القناة نتابع مع الزميلة مرنة إيهاب أهلا بكم سيناء اليوم هي سيناء الجمهورية الجديدة أرض التنمية والرخاء حيث المشروعات القومية على كل شبر من ترابها الغالي لتغير وجه الحياة على أرض الفيروس بعد عقود من الإهمال والمعاناة من شبح الإرهاب الأسود فبعد جهود كبيرة بدلتها الدولة لجذب وتشجيع المستثمرين بسيناء بلغ إجمالي الاستثمارات العامة بميزانية العام الماضي 45.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 627.4% مقارنة بميزانية عام 2013-2014 كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المستثمرين فضلا عن إطلاق ثماني مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي بسيناء ومدن القناة قفزات كبيرة بقطاع الصناعة حققتها الدولة أيضا على أرض الفيروس حيث تم تشييد مصنع إنتاج رخام والجرنيت برأس سدر بتكلفة 727 مليون جنيه والمجمع الصناعي لرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة بلغت 805 ملايين جنيه ذلك بالإضافة إلى تمويل عشرات الألاف من المشروعات من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر التنمية الزراعية بسيناء كان لها نصيب الأسد ضمن مشروع تنمية تلك البقعة الغالية حيث تستهدف 1.1 مليون فدان منها 239 ألف فدان مساحة منزرعة كما تم إنشاء 18 تجمعا زراعيا وإلى جانبي ذلك تبرز مشروعات إمداد سيناء بالمياه حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معلقة مصرف بحر البقر 5.6 متر مكعب وذلك للمساهمة في استصلاح نحو 456 ألف فدان إلى جانبي بلوغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معلقة مصرف المحسمة مليون متر مكعب لزراعة ما يقرب من 60 ألف فدان ويضاف إلى ذلك مشروعات الاستزراع السمكي والتي تضم نحو عشرة ألاف حوض ضمن مشروعي هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكية وكذلك تنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء فضلا عن العمل على إنشاء ثماني قرى للصيادين بتكلفة بلغت ثلاثة ونصف مليار جنيها كما أن ندرة المياه التي كانت تواجه سيناء تم التعامل معها عبر العديد من المشروعات الرائدة حيث تم تنفيذ 45 مشروع لمياه الشرب من بينها تنفيذ 27 محطة تحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 438 ألف متر مكعب ولأن لحياة أبناء أرض الفيروز أولوية في أجندة عمل الدولة شهدت سيناء تنفيذ 4000 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء و2136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بشمال سيناء فضلا عن تطوير ألاف الوحدات ضمن مشروعات تطوير العشوائيات لتصبح سيناء بشمالها وغنوبها خالية من العشوائيات غير الأهمنة وتم تنفيذ 45 مشروع للتجمعات البدوية بإجمالي 4100 بيت بدوية وإلى جانبي ذلك تم إنشاء 18 تجمعا تنمويا ويجرى تنفيذ 17 تجمعا تنمويا آخرين فضلا عن إنشاء عدد من المدن الجديدة وأبرزها مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان إقامة شبكة نقل عملاقة لربط سيناء ومدن القناة بالدلتة كان ركنا أصيلا لدى خطة القيادة السياسية لتنمية سيناء حيث تم تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق فضلا عن إنشاء خمسة كبار عائمة أعلى القناة كذلك تم إنشاء مطار البردويل الدولي بتكلفة بلغت 718 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة مطارات الطور وطابة وشرم الشيخ والعريش وسانت كاترين وفيما يخص مشروعات المواني البحرية والجافة تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية أهمها ميناء نويبع بتكلفة تطوير بلغت 475 مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء وتطوير أربع مواني برية وجافة وعلى صعيد القطاع السياحي والثقافي عملت الدولة على تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة حيث تمثلت أبرزها في تنفيذ مطحف شرم الشيخ بتكلفة بلغت 812 مليون جنيه إلى جانب تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ فضلا عن افتتاح قصر ثقافة العريش بعد عشر سنوات من الإغلاق كذلك تم الاهتمام بالمشروعات التراثية والتي شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين وعلى على مشروع ترميم وتطوير منطقة أبار وعيوم موسى هكذا وضعت الدولة شبه جزيرة سيناء على مصاري التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطط الشاملة لتنمية أرض الفيروز باستثمارات بلغت ما بين 40 و50 مليار دولار لتفتح طريق الأمل والخير لأهل سيناء وتصل أصداء النماء للعالم بأسره